لا تراجع لبنانيا عن ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة العام 1923 الترسيم يعطي لبنان مساحة إضافية تفوق 1400 كم مربع إضافة إلى مساحة 860 كم فالخط الذي يفصل بين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان مع فلسطين المحتلة هو الذي يتمسك به الوفد المفاوض وسبق أن قدم الخرائط التي تدعم مطلبه وأودعها لدى ممثل الأمم المتحدة خلال الجلسة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي كانوا يدركون أن موقف لبنان هو على هذا المستوى من التمكن العلمي والدقيق فيما يتعلق بمسائل تتعلق بالسيادة الوطنية لذلك هذا هو موقف لبنان الشعب اللبناني هو وراء الجيش اللبناني وراء الدولة اللبنانية في هذا ونأمل أن تتوصل المفاوضات إلى ما يحافظ على حق لبنان ما يؤكد السيادة الوطنية وما يجعل المفاوضات تنجح في تحقيق الأهداف المرجوعة من الرائع تل أبيب رفضت الطلب اللبناني وعبرت عن هذا الرفض سفيرة واشنطن في لبنان التي زارت رئيس الجمهورية ميشيل عون مكررة عرضا أمريكيا قديما يعرف بخط هوف نسبة للدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف وسبق أن رفضت بيروت العرض الأمريكي فتل أبيب التي تلاعبت ببعض النقاط الحدودية مع لبنان قبل انسحابها في أيار مايو عام 2000 تحاول الالتفاف على مضمون قانون البحار وبحسب الصحف الإسرائيلية فإن تل أبيب وصفت الطلب اللبناني بالاستفزازي وأكدت أنها ستفاوض وفق الخط الذي أودعه لبنان في الأمم المتحدة عام 2010 وأنها أعدت خرائط للتفاوض حصرا على المنطقة الواقعة شمال الخط الأخضر وليس وفق الخط الذي رسمه الوفد اللبناني والذي يقترب من حقلي كاريش وتنين أما اللافت في الترسيم اللبناني مع فلسطين المحتلة والذي أكده خط الهدنة للعام 1949 فإنه يعطي لبنان مساحة جيدة من حقل كاريش الإسرائيلي الغني بالغاز